الشيء بشيء يذكر ما تخافش على الاهلي ليه ما تخافش على الاهلي؟ لان احنا رسالتنا ان احنا نتصدى لمحاولة تحريف الحقائق او تشويه المنجزات وليس الهجوم على احد يعني احنا والناس كتير تقعد تقولك هو انت بتجيب فيديو يرد على فيديو وانت بتجيب فيديو ترد علي ايوة لان احنا ما بنجر الشكل حد دي الوسيلة احنا ده بالعكس ده هو ده مصدر القوم مصدر المصدقية مصدر انك انت تبرقنا من محاولة لا هتدعى عليك ولا هتقوّل انا مش معني ان انا هجمك انا معني ارد على هجومك ايوة وهجومك الذي مش وجهة نظر يعني تقولش انا احسن منك انت حر انت احسن مني فيوقع انت عيش اي في انك احسن مني لكن لما تقول تيجي تشوي حقيقة تاريخية او حقيقة من الحقائق عندنا المستندات التي تضحضها واحيانا بتكون مستندات منك من عندك انت يالي بتهجمني فانا عملية تحريف الحقائق دي مسؤوليتنا هذا ليس هجوما وتصديا او هجوما على احد اما تشويه المنجزات احنا في وقت غريب جدا ان اي بطولة اخدها النادي الاقلي تبقى مش مهمة ولكنك تبقى همك فاهم ازاي ايوة انا اخدها تبقى مش مهمة لكن همك همك ان اكيد انك تاخدها لا انك تاخدها فيوم ما تاخدها تنسى كل حاجة وتقول دي اهم بطولة انت تنسى وانت تشويهني ان هذا حلمك وهذا واقعي انا واقعي انا احد احلامك فانا مش عايز جمهور الهال يبقى خفيف لانزعج احيانا من وعكة او او حاجة حتى لو كنا احنا عندنا قصور احنا بنتدارك هذا القصور طبعا فما فيش حاجة هتستمر اه في عنفوانها لازم في النص يجيلك حاجات كده فالمؤمنة كانت ما تصهينش تتصدى الادارة تتصدى بالاجراءات الادارة تتصدى بالسياسات والنهج السليم والتنفيذ ونحن نتصدى بالحق اخوة المعلومات وزي ما بنقول تاني وعاشر وخامس الخلاف مع المكتوب وليس لنا خلاف مع الكاتب